سجلت ولاية ميلة الأحد هزتين أرضيتين بشدة 3.3 درجة على سلامي ريشتر حددت بمنطقتين القرارم وحمالة وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل فإن الهزة الأرضية الأولى حددت ب3 كم غرب منطقة القرارم على الساعة الثالثة مساء و24 دقيقة في حين سجلت الهزة الأرضية الثانية في حدود الساعة الثالثة و14 دقيقة مساء جنوب شرق بلدية حمالة بوليات ميلة